السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكل المتابعين ومشاهدين على قناتنا قناة تربيات وتسمين الأغنام من الألف للياء النهاردة موضوع حالتنا هيكون عن العرج أو الرخاوة أو صعوبة المشي صعوبة الوقوف والمشي في الموليد الحديثة في الماعز والأغنام دي قدامنا معزة والدة اتنين مبارح والدة نتايا النتايا دي ما شاء الله صحيتها كويسة وحركتها كويسة أما الضكر هبرهولك دلوقتي الضكر ما بيقدرش يوقف ما بيقدرش يمشي نحاول نوقفهولك دلوقتي بيقف بصعوبة شوية شوف معايا شوف المفاصل طبعا دل مرض ده معروف بالرخاوة عند الموليد الرخاوة في الموليد الحديثة لاحظ شوف المفصل بتاع الركبة طبعا وبيقف بصعوبة شوية بس هيوقف دلوقتي شوف معايا ركز في رجلين الا اتنين من وره وواضحا مش محتاجة تركيز يعني ده دل مفصل الشمال من وره بتاع الركبة بيتينين العكس ولاحظ انت على ناحية الثانية الفيديو الرجل الثانية الرجل اليمين من ورا الرجل الين مفصل بالشمال الرجل والي من ورا مفصل الحوض المفروض بي بالشكل بس هو مقلوب في رخاوة المفصل وراء وقدا الرجل الين المن ورا هل تعامل معها ازاي؟ والأدوية المستخدمة ايه وهيتم التعمل معها ازاي ده ان شاء الله هنعرفه كله بالتفصيل في الفيديو النهاردة لازم تعرف طبعا ان اهم حاجة في الحالات اللي زي كده لازم تمسك الام ليه وتتأكد انه رضع بالأخص لبن السرسوب لازم لانه مهم جدا ليه لانه ممكن يكون عنده حالية نقص كالسيوم طبعا السرسوب مهم جدا انه هو العضلات والأعصاب والأوطار والمفاصل والعضب مهم الجسم بالكامل فأهم حاجة اللي لازم تمسك له الام وتخليه يرضع يوميا من امه على الأقل 3 مرات او 4 مرات عشان تتأكد انه هو حصل على لبن السرسوب كويس عشان لو عنده نقص كالسيوم ياخد الكالسيوم بتاعه طبعا السرسوب ده يعتبر المناعة الكاملة للمولود وممكن نستخدم أدوية تاني تساعد لو كان هو مورود عنده نقص كالسيوم زي الدوة ده ده عبارة عن ديكال اتناشر ديكال بيه اتناشر ده دوة بشري شرب عبارة عن كالسيوم وفيتامين ده لو فيتامين بيه اتناشر فيتامين ده لو بيساعد في مصص الكالسيوم وطبعا كالسيوم اللي كان مولود عنده نقص كالسيوم وفيتامين بيه مهم جد مقوي للأعصاب عشان لو كان عنده ضعف في الأعصاب بتاعته يبقى عنده عنده نقص كالسيوم ياخد الكالسيوم فيتامين ده لو بيساعد في مصص الكالسيوم لو عنده مشكلة في المتصوص الكالسيوم فيتامين بي 12 مقوي للأعصاب الدواء ده هياخد منه 10 سنطي ما ليقل عن 10 سنطي يوميا في البوق لمدة يومين أو 3 ايام ان شاء الله زائد تعريضه لأشعة الشمس ضروري يتعرض لأشعة الشمس طبعا مش أشعة الشمس الحرقة يعني في الظهر في الصيف لا يعني اللي هي الشمس لو انت في الصيف اللي هي أول ساعتين كده من شروع يعني الساعة 9 في الحدود دي كده يتعرض له حتى ساعة للشمس تساعد في تقويت العظام بتاعته والمفاصل تساعد في تقويت العظم بتاعته بس والاهتمام بالرضاعة الحكتين دولة فقط لغير هتهتم بيهم وهنشوف مع بعض دلوقتي في نهاية الفيديو هنشوف دلوقتي النتيجة بعد 3 ايام فقط لغير من شرب الديكال 12 بمعدل 10 سنطي يوميا شربه في البوق والرضاعة كويس من الام زائد تعريضه للشمس شوية ودي زي ما احنا شايفينه ده الجدي اهو الصغير بعد العلاج بعد 3 ايام بالزبط من الولادة بعد 3 ايام من العلاج والاهتمام بالرضاعة بتاعته بس طبعا المشكلة انه حصل ان الام نفرت اتذكر نفرت ده واصبحت بتردع النتيجة بس لانها كانت كلها الماتين ده طبعا ما يجيش غير النتيجة لان ده كان صعب يتحرك بس زي ما انت شايف رضاعة كويسة اعتمد برضاعته قليسم اللو هو الدكال والتعريض للشمس ما شاء الله زي ما انت شايف الاجلي لاحظ رجلين من وراء شوف رجلين الاخنين الحمدile اللي بيت مستقيمة هتشوفه دلوقتي في الحركة في المش مشاء الله زي ما ان 적üne تعالى المفصل اللي كان بيقي اللي بداب هول قدام ما شاء الله تعدال آآ و الحركة بتاعته هتشوفها دلوقتي هيا دي النتيجة هكمان ديت اخته دي اخته اللي كانت مولودة كويسة ما شاء الله دي النتيجة وده الدكر زي ما انت شايف الحمد لله انت طبعا كويسة كانت الدكر تفرج على مشيته ما شاء الله فاي حاجة اللي هي الرخاوة اللي بتنزل في الموليد دي حديثت الولادة اللي هو عمره يوم ده اهتم بس برضاعته كويس وممكن ما تدلوش ديكال بس انا اديته الديكال زيادة مش اكتر يعني انت ممكن من غير ما تستخدم اي دواء من غير ما تستخدم الديكال بمجرد ما تهتم برضاعته كويس فقط لغير تمسك امه ليه يرضع كويس 3-4 مرات في اليوم على الاقل ان شاء الله هيبقى تمام ويتعدل لوحده ان شاء الله المفاصل بتاته ترجع والحركة بتاته ترجع 100% ان شاء الله ده طبعا زي ما قلناك برضا كنعيد ونكرر فيديوهاتنا كلها ان شاء الله فيديوهات عملية مش كلام نظري على ورق وبس الحالة هي اشوفت اوريتكم اعراضها واستخدمنا علاج ايه واستخدمنا معها ايه اتعاملنا معها ازاي والنتيجة زي ما انت شايف كله نتيجة عملية فانها طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته